نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثاني والعشرين لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطنية نعم السباق الذي أقيم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفع بالسخير اجتمل على سبعة أشواط حضره عدد من أصحاب السمو وممثلوا بنك البحرين الوطنية الراعي الرسمي للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد عبدالعزيز الأحمد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية ببنك البحرين الوطني بتقديم كأسي الشوطين السادس والسابع إلى سمو الشخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة وكأس الشوط الثالث إلى سمو الشخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وكأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف البعينين فيما قدم السيد هشام أبو الفاتح مدير الاتصال المؤسسي ببنك البحرين الوطني كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم كما قام ممثلون بنك البحرين الوطني بتقديم كأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز هشام الحدد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة